إشادة ملكية كبيرة على إنجازات متميزة الملك محمد السادس نوها بأداء وليد الرجراجي من استطاع بعد شهور قليلة فقط من توليه قيادة المنتخب الوطني من تكوين فريق من اللاعبين يتمتع بالتماسك والروح القتالية بما مكنه من تسجيل حضور متميز في هذه التظاهرة وتشريف الشعب المغربي والجمهور العالمي من خلال قيمه الرياضية الرفيعة وموهبته النموذجية الصباح المغربية تكتب هذا معنونة الملك يجري اتصالا هاتفيا مع مدرب وعميد المنتخب الوطني وصورة تختصر اللقاء وتعليق مبابي وحكيم متعانقان بعد المباراة وتهنئة رئاسية فرنسية لأسود الأطلس صنعتم التاريخ كتم ماكرون وحضرت تغريدته مع الصورة في الصحافة نهاية حلم على غلاف المساء المغربية الأسود يخرجون من الباب الكبير للمونديال المنتخب الوطني المغربي بصم على إنجاز تاريخي إفريقي وعربي خلال نهائيات كأس العالم تكتب هسبراس الصورة التي منحها لعب المنتخب المغربي أمام العالم تساوي التتويج بكأس العالم الرجراجي على صفحات الشرق الأوسط فخورا بإنجاز تاريخي منتخب المغرب صنع المجد في كأس العالم كان فخر العرب وفخر إفريقيا كلها كتبت اليوم السابع المصرية نرفع رؤوسنا بكم شكرا من القلب من منا كان يعتقد أنه سيأتي يوم يتأهل فيه فريق عربي لنصف نهائي كأس العالم لكرة القدم لعل الحلم كان بعيد المنال إلى أن جعله المنتخب المغربي القادم من الظل حقيقة نعيشها ونستمتع بلحظاتها ونشوة انتصاراتها من المحيط إلى الخليج تقول الأهرام المصرية الأسود أذهل نجم المنتخب الفرنسي كريزمان العربي الجديد نقل تصريحه بعد اللقاء مع المغرب إنهم رائعون على جميع المستويات سواء من الناحية التكتيكية في كيفية وقوفهم على أرض الملعب كذلك دفاعيا وهجوميا لقد أثبتوا أنهم لا يتقنون الدفاع فقط بل لديهم إمكانيات هجومية رائعة لقد أذهلون حقا قال فرنسا تحرم المغرب من مواصلة المعجزة عن ونة القدس العربي مبابي مرتديا قميس المنتخب المغربي معانقا جريزمان على غلاف لباريزيان ما زلنا هناك مجددا في النهائي بعد أربع سنوات على تطويجه بطلا للعالم المنتخب الفرنسي مجددا في النهائي ويلاقي أرجنتين ماسي تكتب لباريزيان الأزرق وضع حدا لمغامرة الأسود في لوموند العنوان عينه في الجارديون البريطانية المغرب قدم كل شيء كان يحتاج للقليل بعد لهزيمة فرنسا بحسب نيويورك تايمز المغرب يذهب إلى المركز الثالث تكتب ماركة مركز سيكون تاريخيا في مواجهة كرواتيا اشتركوا في القناة